دلوقتي بعمل هذه الإجراءات عشان سعر الدولار في البنك يرتفع بهذا الشكل ده تجاوز حتى السوق السوداء ولكن أنا في شكل شخصي أنا فاهم القصة أنه أنت عايز تلغي السوق الموازي ويبقى تعمل الكلامة على البنك حيجي لك سمولة نقدية دولارية وبعد كده تبدأ الأسعار تهدأ وتستقر هل أنا كده فاهم صح أو أنا ده؟ صحيح هو الفكرة أنه أنا بخلق من الإطار الرسمي درجة على من الجاذبية عن الإطار غير الرسمي ده محسوب بالتأكيد وفكرة أنه لازم يبقى باللغة السوق بقى يداكي بالسوق ده طبيعي ومنطقي وعلشان ما يكونش فيه سبب أو دافع لأي حائز للدولار أنه يروح به للتداول خارج الإطار الرسمي بالتأكيد ده مسألة بتدرس الأمر الثاني أنه كان لازم يوصل بسعر الصرف لمستوى معين يحصل معاه فلو يحصل معاه التدفق مش بس من الداخل لكن كمان من الخير وكان لازم يتزامن مع إعطاء مدونة أكبر لسعر الصرف ضعف أسايا الفايدة على الجنيه علشان يزيد من درجة جاذبية الجنيه على درجة جاذبية الدولار مشكلة اللي وجهتنا خلال الفترات الأخيرة أنه الدولار أصبح في حد ذاته سلعة والناس بتحصل عليه علشان تخزنه علشان تكسر فيه فكان لازم تقضي على الفكرة دي أنه استمرار احتفاظك بالدولار مش هتحقق مع مكاسب دلوقتي نسبة ده تخرج اللعبات؟ نسبة بتتحسب دلوقتي وعشان كده هنلايس أن دي أجنبية من مبارح الحياة وهما الحياة شطار في هذا الأمر أنه لما بيحصل هذا الأمر ما حدث بالأمس لما بيحصل في أي اقصاد بما فيه الاقصاد المصري على طول لازم يتوجه لهذا الاقصاد عشان يستفيد يستفيد في عمدين العمد الأول يعمل كابتال جين أو مكسب راسمالي في العملة لأنه هو يدخل على الدولار بخمسين وبيدخله بكميات كبيرة ولازم النقط اللي بيدخل فيها سعر الدولار ينزل منها عشان يعمل كابتال جين وهو خير يا ده هيدعم حركة للساسمار لا هو أنا هتحدث عن الهوتماني اللي هو طبيعي من غير ما استدعيه هو لازم اللي هو كان خرج طبيعي كده ممكن يرجع؟ هو خلاص يرجع من غير ما استدعيه هو ما بيبصش لمنظور سياسي ولا اجتماعي ولا اقصاد بيحصل فيه ده طبيعي أنه لازم هيدخل عشان يقتنس فرصة فالفرصة بالنسبة له أنه يعمل مكسب رأس مالي في العملة ويدخل على أدوات دين ذات عائد متفع بالجنيه فيبقى هو كسب مثلا 10-20% في العملة وكسب 20-25-30% في الجنيه فيبقى مكسبه مضع وهيخرج إن أجلا أو عجلا عشان كده هو الدرس اللي يجب نستوعبه ونتعليمه كويس قوي ازاي ممكن احتفظ بهذه الأموال السابقة؟ شوف ما مش عايز يجي ياخد اللقص ويهرب هيحصل ده إمتى؟ لو الاستقرار مستمد معي يعني أي هزة هتحدث للاقصاد مصري طبيعي ضد الفعل بيكون كده طالما الاستقرار الاقتصادي قائم ومستمد معي هو قاد معك طيب إحنا في منطقة دلوقتي متوترة وده جائز في أي وقت من الأوقات؟ صحيح ده ممكن يخسسني أنا بالخوف إن الإصلاحات اللي أنا بعملها دي كلها ممكن تهتز وعشان كده إحنا بنقول إيه بقى ما اعتمدش عليه وده الخطأ اللي إحنا وقعنا فيه في 2016 دول فلوس موجودة بس ما حطهاش في حساباتي على مستوى الاقتصاد الكل ما استغلهاش يعني إيه مقامل جاي؟ تبقى موجودة بفتزور ما بصلهاش يعني ده احتياط استراتيجي موجود عندي ملمسوش لكن أنا شغل يقوله على النقد الأجنبي اللي جاي لي أنا مش هيخرج لسه مرات اللي بتأتي بقى مشروع رأس الحكمة وجيله لكن أهم من مشروع رأس الحكمة بنية الأقصاد الإصلاح العيكالي يعني يمكن دكتور يومنا بتتحدث عن الإصلاح النقدي والمال اللي احنا دوما بنعمله وده عادة بيبقى في الأجن القصير والمتواصل ودوما بنجي نجاح فيه لما بنجي ندخل على الإصلاح اللي هيكالي بتواجهنا مشروع اللي هو الطويل الأمد بنية الأقصاد قطع الصناعة وقطع الصدع وإزاي يكون فيه محفزات جيدة وإنه زي ما بقاش فيه تحديات أو مشاكل بتواجه هذا القطع استقرار تدخل في 4 مليون فدن حيضاف للرقع الزراعية دكتور رشيم ده تحدي بالنسبة لنا الصناعة طبعا أنت مازلت بعافية صحيح وإلى أي مدى مكتمع العمال بيتجاوب مع المجهود اللي بتعمله الحكومة ده سؤال لازم يسأل فيه مكتمع العمال يعني الحكومة بتبزي المجهود هل مكتمع العمال شايف أنه ما يبزل من جانب الحكومة كافي؟ ولا لا محتاجين أكثر لأنه هو ده التحدي بالنسبة لقطاع الصناعة لأنقطاع الصناعة ضغط علينا أنا عشان أقدر أزيد من قدر الصدرات أطلع بال35 صدرات سلعية للمئة مليار دولار عشان هو ده الاستدامة عشان ما أطلعش أعمل الإصلاح النقدي ده كل كم سال لو وجهتني أي أزمة داخليا أو خارجيا هيبع عندي قطعات الأساسية تشلني تشل فلازم الصدرات تزيد طيب الصدرات هتزيد إزاي إذا كان القاعدة الانتجية ضعيفة لازم القاعدة الانتجية تتحسن قاعدة الانتجية لن تتزيد إلا مع مناخ الصناعة جاي فده الدول اللي لازم يلعبه مجتمع العملية ويكون قائم على الصدرات بالتأكيد وتجاه الأعمال بالتأكيد في عديد من المطالب تم الاستجابة لها لكن ما زال فيه ليهم مطالب أخر بس أنا دكتور شام مش هكون جامد في كل الصناعة أنا لو تخصصت في الصناعة محددة وبقى ليه اسم كبير فيها والله يتكفي بالتأكيد تأتيب الأولويات إيه اللي احنا نتمتع فيه بمزايا نسبية إيه القطاعات اللي وعيد تأهلة يعني مثلا قطاع الغزل والنسيج والمبس جات من القطاعات اللي وعيد تأهلة هل هنستفيد بهذا الأمر ولا لأ لأنه الحقيقة الحدث بالأمس لازم يبقى ليه تحليل يعني أنا قفضت العملة ب60-70% المفترض أن الصادرات تزيد بنسبة أعلى مفترض أنه الوالدات تقل بنسبة أعلى مفترض أنه السياحة تزيد بنسبة أعلى السماعة يزيد هل ده بيحصل ولا لأ أنه إحنا لما عملنا هذا الأمر فيه ما سبق طبعا السياحة تحسنت السماعة تحسن السادات تحسنت لكن مش بنفس النسبة والحقيقة للتوجه اللي إحنا ماشيين فيه المستولد بيظل طول عمره مستولد وأنا مفهمش يعني ده يعني إيه المستولد يفضل طول عمره عمالي يستولد يعني حتى إحنا بس اتغيرت يعني إحنا عشان في السوق يعني